موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا وينما كنتوا عم بالتابعون تقبل الله الطاعات من طول عليكم من مدينة القدس عاصمتنا الخالدة وعاصمة الثقافة الإسلامية لعام 2019 اليوم مشاهدينا رح نحكي عن معلمين رح نحكي عن سوق الحصر وسوق باب الجديد ورح نبلش بسوق الحصر نحن حاليا متواجدين في سوق الحصر في البلدة القديمة من عاصمتنا المحتلة يقع هذا السوق بالقرب من نهاية سوق البازار من الشرق وامتداد سوق اللحامين نحو الجنوب وسمية بسوق الحصر بسبب كثرة بائعي الحصر والسجاد وكان في السابق ميدانا لتجار الحصر على كافة أشكالها لكنه اليوم للأسف يبدو شبه مهجور موسيقى 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 اشتركوا في القناة يخش سوق البزار هذا أوله خمسة متر على الشمال بيجي سوق الحصر سوق الحصر هذا السوق اللي بيمتد من أو بيتفرع عن سوق البزار وانت طالع على باب الخليل بيكون على الجهة اليمين هو سوق صغير عدد المحلات اللي فيه لا يتجاوز سبع تمن محلات هذا كان سوق مشهور كانوا سوق مشهور كانوا يبيعوا الحصر فيه وكانوا يبيعوا السلال وكانوا يبيعوا الأدوات اللي مصنوعة من القش انا بتذكروا عزمان الأردن وانا كنت صغير يعني سبع تمن سنين بتذكر هذا السوق تمام ما كانش فيه سجاد زي اليوم كان اللي بدها تتجوز او كل بيت من البيوت كان لازم يكون فيه حصيرة زي ما انه فيه خزانة للأواعي فيه حصيرة للبيت اسلال كانوا كل الناس يطيحوا على السوق ما فيه السلات بلاستيك ولا كياس نيلون كل واحد يضطر يشتري سلة وينزل على السوق يشتري الأغراض ويحطهم بالسلة ويروحهم على البيت المحل هذا كان لرحمة الوالد واحنا صغار كنا ضل موجودين عند الوالد كان المحل هذا يعني يجوه ناس خصوصي للحصر والسلال والمكانس والأشياء هذي كلها كان فيه تقريبا أربع دكاكين هذا واحد منهم وفيه هناك اتنين كان وواحد لقباله كمان هذولا كلهم للمكانس مكانس وحصر وكان الأجانب يجي على هون ياخدوا الحصر ياخدوا الإطباء هذي كمان في نفس الوقت من الشارع هذا وابن الشارع كان فيه واحد الله يرحمه كان يشتغل فيه قاعدة كيب كندي من الشارع هذا شاب ارتبى في الشارع هذا كان أبوه بيع حصر ومكانس كان في قاعدة كيب كندي يعني فلسطيني طول حياته واحد يعني بدي أقولك حاجة لو ما جنوش عندنا العالم هذي يمكن إحنا وصلنا القمر قبل أمريكا الضربة القاسمة اللي أكلتها الأسواق بعد بناء الجدار الجدار العنصري الجدار الفصل العنصر القدس مش عايشة على أهلها القدس عايشة على القرى المحيطة فيها كانت كل القرى المحيطة في القدس كلها تيجي تتموم القدس اللي بده ملابس اللي بده مواد غذائية اللي بده أي شيء كانوا تطروا يجعل القدس حتى العامل اللي من الخليل كان يجعل القدس وبعدين يروح على شغله حتى لو كان فيها الأبيب كانت القدس هي الرابط هي اللي بتربط كل المناطق هي اللي بتوزع كل المناطق فالقدس كانت مركز تجاري ومهم فكانت السلال سوق السلال كانت مزدهرة والعصر السوق تباحة كان مزدهر وكانت تصنع من مواد طبيعية من القش في هذا الوقت ترجمة نانسي قنقر سوق باب الجديد سوق باب الجديد تقريباً طول حياته يعني الحركة فيه ضعيفة خفيفة وكان فيه المدرسة الفرير الموجودة حالياً ويعني شوي شوي بدأ يتحسن فهمت عليه فصار وضعه أحسن قبل الاحتلال كان مخصص لناس معينة يعني لجنب الدير لسكنين في المناطق هذه ولرزالوا فيها يعني هم اللي معطينوا الحياة يعني الواقع بالنسبة لسوق باب الجديد هو السوق الواقع من باب الجديد لعند حارة النصارى وهذا السوق يعني فيه بيعين شغلات بيعين أو أسواق سياحية وفيه دكالة مواد البناء وفيه عدة بقالات تقريباً ما تخيرش هذا السوق يعني بجوز من زمان الأردن لليوم ضل نفس الليش اشتركوا في القناة من سوق الجديد إذا حبيت تخشي البلد الأديمة تيجي برضو باب خان الزيت سوق العطرين شارع البزار تطلع على باب الخليل باب الخليل على أيدك اليمين تكون باب جديد كنت عليه وإذا كانتك تختصر المسافة تطلع من باب العمود على باب جديد الدغريب أكون فيه حوالي 200 متر 300 متر فهم عليّي بتقدر تصليله بكل بساطة سوق باب الجديد فيه حلقين فيه دكاكين سوبر ماركت فيه مدرسة الفرير فيه سنتورية فيه مطاعم فهم عليّي وفيه صرفين كمان ترجمة نانسي قنقر سوق باب الجديد مشاهدينا بيبلّش من هون من عند باب الجديد الذي فتح في زمن السلطان عبد الحميد الثاني شمالي المدينة والكزانوفا هو سوق صغير يحتوي على محلات البقالة والمطاعم وبيع السنتواري مستمرين بفقراتنا مشاهدينا لكن صار الوقت لحتى نروح أنا وإنتو ونسمع كيف كان رمضان زمان مستمرين بفقراتنا مستمرين بفقراتنا مستمرين بفقراتنا مستمرين بفقراتنا مستمرين بفقراتنا مستمرين بفقراتنا عشان هيك يعني ما إلوش يعني مكمود الناس زمان كان يجي المصحراتي بعدين وقت الفطرة كان الناس تفطر على بعض يعني تعال تأكل من هون وأكل من هون يعني تلاقي الصفرة تاعتك من جيران كلها يعني مشكلة وفي نفس الوقت أليت كله ناشف يعني بعدين كان زمان يسو التسبيح في الليل وهذا قصن جات باب بحطة وباب بصباط هل ليس خفت؟ ليس لأنه كليات يعني البديج بدي يلاقي مشاكل بدينا بقول لك لا شو بدي في هالشغلة هدي بتلاقيها بصلي بظل طالع من الأقصى وظل راية هاد الزوايا الصفير يكونوا يسو يعني زوايا وأكل وهذا الكل خاصة للأطفال الصغار ينبسط كتير يعني يكون يستلوا رمضان والعيد من من قبل ميزة يعني أول إشي الحواجز مليانة في نفس الوقت هلقيت لو أختي بدا تيجي علي بطل رفش تيجي إلا بدا تصريح وإذا ما نعم نبتجيش في نفس الوقت إذا بدك تروحي بدك تحس بحساب إذا بدك تروح على بيت لحم أو على الخليل من قبل ثلاث ساعات وإيش خاصة أن أزمات الطرو يمكن بضرب المدفع والناس يستعملوا في السيارات أما الواحد يعني بحاول يعمل كل المستحيل يظل لصلاة الرحم موجودة شهر رمضان من زمان كان أحلى كتير من هالأيام هالي صار الأيام عادية امرأة في رمضان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مشاهدين من بعد ما تعرفنا على سوق الحصر وسوق باب الجديد واستمتعنا بأجواء الشهر الفضيل في مدينة القدس صار الوقت لحتى أوضعكم على أمل اللقاء فيكم بكرة بنفس الموعد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة